طيب كابتن عليك خليني أجيلك أنا هبدأ معاكي بقى يعني مش من الأول للآخر هبدأ معاكي بالعكس دايما لما بتبدأي سيزن بتبقي عندك الحقيقة دافع قوي جدا أنت تكمليه خاصة لما يكون سيزن ناجح والستثناء زي ده ولكن أنت الظروف الحقيقة ما حالفكش أن أنت كوني موجودة في نهائي الدوري تحديدا وشوفنا طبعا احتفالات أكيد كنت يعني متضايقة جدا أنت بتتفرجي كنت عايزة كوني معاهم لأن الحقيقة أنا كنت موجودة كمان احتفال كانت فرحة كبيرة جدا وكانوا كلهم يستحقوا الاحتفال ده والتتويج ده فأكيد كان نفسك تكوني كنت موجودة أكيد أكيد طبعا هو زي ما هيك قلت ما حالفنيش الحظ بس هو الموضوع جاي بقى ربنا أسمو كده أنا كان جالي دعوة يعني أن أنا أسافر رواندا تبع البال في حاجة اسمها بيل فورهير كان فيه متقب تحت 23 جايبين مدربات من أفريقيا وجايبين 21 بنت من 11 دولة مختلفة فأنا بصراحة أولا ما جالي الإيميل روحت لكابتن طارق قلت له يا كوتش أنا جاي لي كذا 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 مبسط جدا قالي دحاك ويسا جدا ليكي وهنتكلم مع الناس في النادي كان لسه ما فيش تاريخ وكان لسه ما فيش تاريخ إمتى الفاينلز بتاعتنا فكوتش كان قاعد يزوقيني لأ دحاك ويسا كملي روحي دحاك ويسا ليكي في التدريب بكي روحت كلمت مع كابتن خارد العواضي نفس الكلام قال لي طبعا روحي ودحاك ويسا ليكي قلت له طب المتشاط قال لي خلاص يعني لو كابتن طارق تمام فخلاص فكب صراحة كابتن طارق أنا بس كنت مستنية يقولي لأ عشان خلاص أنا أقول لأ أنا مش هروح فقيته هو بيزوق في الموضوع نفس كرام كابتن خارد بصراحة نفس كرام كابتن خارد وأنا قاعدة معاه بعت لكابتن خالد مرتاجي أن كابتن عالية جاي لها كذا كذا كابتن خالد مرتاجي تمام يعني فعلا النادي الأهلي كل الناس بالماينسات واحد يعني من أول كابتن طارق لحد كابتن الخطيب بكل نفس الناس فاللي حصل بقى للأسف الشديد أنه الوقت جيب الزبط مع البست أول ثلاث ماتشاط يعني أنا لو كنا هنلعب جيم فور لقدر الله أنا كنت هكون موجودة بس أنا أترى ما أنا مش عايز أكون موجودة إكسابه على الثلاثة سفر ومفيش مشكلة يعني بس فالكوتش كنت هناك بحاول أكون معهم طبعا كنت طول وقت بتفرج بكتب نوتس ببعت ميسج على قد مقدر كل الكلام ده لسه إحنا جايين بقول لهم يعني وأنا بلعب كنت مش بحس بالتوتر لما بقيت قعدة على الخط كمدربة توتر لأ وأنا بتفرج لوحدي ببلد تانية حاجة تانية أول تجربة لكي تحصل يعني أول مرة تكوني بعيد وهما بيحتفلوا بلاقة لا لا أنا إسا بقول لكوتش بقول لأنا بتفرج علماتش بقى كذا مرة يعني هو لايف بكي أبدأ بتفرج وأنا مطمئنة أن إحنا كسبنا فبشوف حاجات تانية بقى مختلفة خالص فطبعا اليوم الأخير ده يوم التتويق ده كان بالنسبة لي قررت أن أنا أكون هناك حعرف بقى الناس كلها أن النادي الأهلي أخد الدوري أفريقيا كلها تعرف أن إحنا أخدنا الدوري وفعلا بعدت لهم خليت الواحد وعشرين بنت من الحداشر دولة يقولوا أهلي أهلي في الصالة بصوت عالي جداً يحتفلوا وعادت أقول لهم أنا نادية أخي أنا نادية أحسن نادي في أفريقيا أنا نادية نادي الأهلي طبعا هم أراضي عارفين النادي الأهلي يعني قلت لهم إحنا نادي أخدنا الدوري إحنا كسبنا قررت أن أنا خلي رواندا كلها تحتفل يعني الحمد للإله الحمد للإله